تراجع كبير في مبيعات الصحف هو العنوان الذي فرضه فيروس كورونا وتحوراته من عكس سلباً على النشر العادي لهذه الصحف رغم رفع الحجر الصحي وكشف تقرير جديد للمجلس الوطني للصحافة حول الصحافة المغربية وآثار الجائحة بعد رفع الحجر الصحي تراجع كبير في مبيعات الصحف المغربية فاق 62% خلال سنة 2020 مقارنة مع عام 2019 تراجع وصفه المجلس بالمؤشر المخيف طلقنا من العمال منذ 2013 وجدنا بأنه السيمات والآثار الأولى الأزمة بدأت تظهر على الصحافة المغربية طبعاً كانت هناك تحديات في العالم كله وسائل التواصل الاجتماعي وده الأشكال الجديدة من الإنتاج الإعلامي إلى آخره طبعاً جاءت الجائحة لعمقات هذه الأزمة وأكدت تقرير نفسه أن المبيعات انخفضت من حوالي 18 مليون دولار سنة 2019 إلى ما يقارب 7 ملايين دولار سنة 2020 فيما تراجعت نسبة الاشتراكات التي كانت تؤمن 27% من مبيعات الصحف بـ 65% في حين لم يتعد مجموع المبيعات 38 ألف نسخة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2020 في كورونا كنا قلسين ما كناش قدامين وكنا من بعد كورونا ما قلتنا خدمة الأول الناس والتي تتقرى في ذلك في التليفون يقول العاملون في قطاع الصحافة الورقية إن أزمتهم لا تزال مستمرة رغم المساعدات المالية المتواضعة التي قدمتها الحكومة السابقة للفئات المتضررة في هذا القطاع قلق ينتب العاملين في قطاع الصحافة الورقية بالمغرب بسبب مخاوف من أي تداعيات لمتحور أوميكرون على القطاع الذي شهد منذ بداية أزمة كورونا تراجعا كبيرا في مبيعاته وفق مسؤولين فاطمة البكاري الحرة الرباط